قرابة المائة والعشرين مدنياً يسقطون قتلى وجرح كل أسبوع في اليمن إعلان ليس بالجديد على أسماء اليمنيين هذه المرة أدلت به الأمم المتحدة على لسان المتحدث باسم الأمين العام لها سيفان دوجريك والذي قال إن متوسط من يسقطون قتلى وجرح بفعل الاشتباكات المسلحة والقضائف التي تشمنها ميليشي الحوثي على أحياء السكنية يصل إلى خمسة عشر مدنياً خلال الفترة ما بين أغسطس وأكتوبر هذا العام ليبلغ مجموع الجرح المدينة خلال الثلاثة الأشهر ألفاً وخمسمائة مدني بحسب بيانات الأمم المتحدة ونظراً للكفة البشرية الباهضة حسب دوجريك فإن الأمم المتحدة مستمرة في حث أطراف النزاع على حماية المدنيين وتجنيب البنى التحتية المدنية عن فهات مدافعهم دوجريك وفي رد له على أسئلة الصحفين المتعلقة بالمفاوضات اليمنية في السوي أشار إلى أن المفاوضات مستمرة وأن الأوضاع الإنسانية في اليمن هي التي تمنحها أهمية ولا بد أن تدفع المفاوضات للاستمرار والخروج بحلول عاجلة للأوضاع الإنسانية الصعبة في البلاد وما بين قائمة الأرقام التي تظهر على وسائل الإعلام بشكل يومي متوزعة ما بين أعداد القتل والجرحى وأعداد المتضررين من الحرب يقف اليمنين في انتظار رقم العد التنازلي لإيقاف معاناتهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر